أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل ما زالت تعارق الإدخال وتوزيع الإمدادات المنقذة للحياة إلى خطاع غزة وأشار المرصد الأورو متوسطي إلى أن عدم الأمن الغذائي بغزة وصل إلى مستويات كارثية وحذر المرصد من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية الحاد والأمراض المقترنة بهما حيث وصل عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 28 طفلا